دشنا محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ومعه الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر معرض الكتاب الذي تقيمه جامعة المهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب وطاف المحافظ بأجنحة المعرض وجانب من الإصدارات والفعاليات الأخرى المصاحبة ونوه المحافظ بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة الجامعة في عملية الإعداد والتحضير للمعرض والتواصل مع عدد من دور النشر والجامعات والمكاتب العلمية من عدة محافظات ومن خارج الوطن من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور عادل معيلي إلى حرص الجامعة على إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية والأدبية لإحياء روح القراءة والإطلاع في نفوس الناس شاكرا جهود سلطة المحلية على دعمها ورعايتها لأنشطة الجامعة المختلفة ومشيدا بجهود الهيئة العامة للكتاب ومكتب الثقافة بالمحافظة لدعمهم وكذلك التنسيق مع الجامعة لإقامة هذا المعرض فرصة سعيدة اليوم إننا نفتح معرض القتاب وهذا يعني بجهود الأخوة في الجامعة ودور النشر الموجودة في اللي أتوم من كل مكان هذا يدل عليه وضعها أكثر أفضل بكثير من بعض المحافظات واللي نتمنى لها الاستقرار والديمومة خاصة بعد مهرجان الكبير مهرجان المهرة للطراث هذا أنا أقول لكم بكل صراحة خلج انطباع عند القيادة السياسية وخلج انطباع عند دول الجوار وخلج انطباع أن المهرة هذه محافظة والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لبنائها والناس اللي أتوا من كل مكان